طيب معايا على التليفون الأستاذ حاتم الخيمي رئيس نادي الوحدة السعودي السابق وأيضا نجم من نجوم المنتخب السعودي أستاذ حاتم ازاي حضرتك؟ يا هلو يا مرحبا حبيبي كابتن خالد تحياتي لك ولكل المشاهدين ولكل الزمال كوية وسعيد أن يكون في قناة النادي المفضل لنادي الزمالك الكبير أنا عارف أن حضرتك عاشق لنادي الزمالك في مصر أنا مجنون زمالك مش عاشق لا والله طب احكي لي ارتباطك بهنادي الزمالك يعني رغم أنت رئاستك لنادي الوحدة طبعا نادي الوحدة نادي عريق وكبير وطبعا في مكة المكرمة احكينا ارتباطك بهنادي الزمالك الجيء ازاي؟ طبعا الوالد الله يرحمه طبعا احنا من عشاق مصر وشعب السعودي كله بعشاق مصر طبعا الله يخليك وإحنا الوالد الله يرحمه كان من عشاق مصر وكنا بننزل على طول وإحنا أطفال وكان هو زمل كاوي أوي يعني فكنا نروح يعني أنا بقى حقول لك حاجات تحت استغرب يعني كنا نروح ناري الزمالك نعوم فاكر حمام السباحة اللي تطلع عليه بالدرق كده فوق كنا نحضر مطشات الزمالك وإحنا أطفال حضرت اعتزال الكابتن الكبير الله يرحمه الكابتن طه بصري كان الزمالك والمتخبة القوية صحيح وبعد المطس وإحنا على نادي الزمالك كان في حفل مصغر على الجسين حضرناها برضو كان عندك كم سنة ساعتها كابتن حاتم؟ والله طفل مش عارف ستة سبع سليلة حتى عارف الصدفة إزاي يعني بعد سنوات سبحان الله كان كان كابتن طه بصري درب نادي الاكتحاد في قده صحيح وأنا كنت أيوة وأنا في نادي الوحدة طبعا فقابلته سلمت عليه ويعني أنا بحبه كنت أوي طبعا الجيل هذاك طبعا وكلكم أنت حتى أنت لك محبة كبيرة عندك حبيبة كابتن بقد والله فكلمت وقلت له فاكر العيلة السعودية اللي قال لي أيوة والهدايا الحد الوقت عندي وكذا قال لي ببصلي كده الله يرحمه وقال لي وعد كون أنتو قلت له آه أنا راح أظني وكذا سبحان الله قابلته أنا الطفل وقابلته ضده كلاعب الله يرحمه